تمكن فريق التضامن الرياضي بساحل حضر موت من حجز مقعده في نصف نهائي بطولة كأس حضر موت لكلة القدم بنسختها السادسة بعد تعادله بدون أهداف مع وحدة تارين في لقاء الإياب وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز التضامن بهدفين نظيفين على أرضية ملعب الفقيد براد بالمكلة وأقيم لقاء الإياب بين وحدة تارين وضيفه التضامن على أرضية ملعب الغناء بتارين وسط حضور جماهيري كبير وقدم الفريقات مباراة قوية لاعب خلالها نادي التضامن بخطة دفاعية معتمدا على الهجمات المرتدة ومستفيدا من لقاء الذهاب الذي انتهى لصالحه أما نادي الوحدة فقد حاول الوصول إلى مرمى منافسه في أكثر من مناسبة لكن دفاعات الضيوف كانت أقوى وتمكنت من صد كل هجمات أصحاب الأرض واستمرت جماهير الوحدة التي ملأت مدرجات ملعب الغناء قبل انطلاق المباراة استمرت بمساندة فريقها آملة بتأهوله إلى المربع الذهبي وبدل لاعب الوحدة جهدا كبيرا لإسعاد جماهيرهم إلا أن مدرب التضامن نجح في فرض خطته وتحقيق أهدافه من هذا اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بهذه النتيجة حجزت تضامن مقعده في المربع الذهبي لمواجهة اتحاد سيئون فيما ستجمع المباراة الثانية بنصف النهائي فريقا شباب القطن وسمعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة